استاذ اسراء يا رب وفرق كربك ويجعلك ان شاء الله في الصالحات ويريح بالك ان شاء الله ويشرح صادرك بكل ما ينزله على قلوب الصالحين والأولياء والأبرار يا رب العالمين اللهم أمين وحب الصالحين ورست منهم لعل ترجوا من حولهم شفاعة يا رب يا رب كلنا كده كلنا دوتا يا رب ربنا يجعلنا مع الصالحين ويجعلنا في زمرتهم يا رب سؤالك يا استاذ سراء سؤالي يا دكتور عمر لأننا اصدرت في رمضان 12 يوم العزر شرعي طيب ماشي طم الستة من شوال الأول ولا الاثماشر الأول طيب انت بتسأليني سؤال انا ممكن اجاوبك عليه طبعا ان انت لو سمتي ما عايز يا رقم حضرتك الخاص يا دكتور عمر خديه من الكنترول على رأس من فوق على رأس من فوق اول حاجة انت يا جوز ديك ان انت تصومي ايام القضاء من عليك وكده يبقى انت وفتي لو سمي كل ايام القضاء اللي عليك يبقى انت سمتي برضو الستة من شوال يعني لو سمت كل الايام القضاء اللي عليك فيه شوال يبقى ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك صيام الستة من شوال تاني ليه لان احنا عندنا هل صيام الستة من شوال من جنس تحية المسجد يعني ايه من جنس تحية المسجد انا لو دخلت رسول الله قال لا يجلسوا احدكم لا اذا دخلتم المسجد لا يجلس الا حتى يصلي فانا دخلت ولتهم بصله بصلاة المغرب بقى انا خلال صلينا على ص انا ايه ده اتنين في واحد او مش اتنين في واحد او المطلوب ان انت تصلي اول ما تدخل المسجد فانت صليت عملتي ده اللي احنا تعودنا على ان طبعا انا لو دخلت المسجد ما ما عنديش صلاة وانا عاهد وخلاص اتلو اقرأ القرآن واتلو القرآن خلاص اصلي بقى ايه صلاة وتسمى تحية المسجد في تحية المسجد اذا انا صلي تحية المسجد معناها ان انت متعودش غير لما تصلي سواء صليت فرض او صليت صلاة صلاة نفل اللي هي تحية المسجد ولا هي زي مثلا السنة سنة الظهر والدهر ما ينفعش حط سنة الضور والضور اللي تلمع بعض فأني واحدة من الاتنين قالوا لأ العلماء قالوا أن صيام الستة من شوال من جنس تحية المزجد يعني إيه لو أنا صمت أي حاجة في شوال حتى لو صمت القضاء الأيام اللي كانت عليها في شوال يبقى داخلين في صيام الستة من شوال يبقى إذن إحنا شايفين إذا الواحد صام أي صيام فيه شوال يحسب من صيام الستة من شوال وإنت لو صمت الاثنشر يوم اللي عليك في شوال يبقى أنت صمتي صمت كمان ستم إن شاء الله والزيادة إن شاء الله نعم